من قلب اللعب الجاكا سردان إبراهيم علم سردان أزمون ولكن إبراهيم علم حراس المرمى عادة ما تكون لهم حركات غريبة إما أن يصبحوا نجوما بها أو تنهل الانتقادات عليهم بحال تسببوا بخطأ ما وإبراهيم علم أثبت أنه سيد الحركات الغريبة بلقطته ترجع مرة تانية إلى عالي رضا الكرات العرضية الخطيئة يا ولد يا ولد يا ولد إبراهيم علم أمامنا باقتداره بيد واحدة هكذا اختصرت صحيف الدليميل البريطانية قدرات حارس المنتخب السوري إبراهيم علم ابن محافظة حمص من مواليد الثامن عشر من تشرين الأول من عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين حكايته كحارس مرمى بدأت حين كان يلعب مع صغار نادي الوثبة بعمر التسع سنوات في عام الفين بإشراف المدرب ماهر دالاتي حيث كان مهاجما وفي أحد التمارين تغيب حارس المرمى فتم اختيار علم للعب مكانه ولتصد حينها للعديد من الكرات الصعبة لتبدأ بعدها محاولاته للعودة لمركز المهاجم ولكن المدرب كان قد اكتشف القدرات عند عالم كحارس مرمى وقدم كل ما لديه من معرفة لتطويره وأشرف على تدريب إبراهيم لينطق العالماء إلى نادي الشرطة في عام الفين واحد عشر ولعب موسمين وحصل على بطولة الدور السوري لموسم الفين واحد عشر والفين واثني عشر بطولة كأس الاتحاد الأسيوي ووصل إلى الربع النهائي وكان قد لعب في الموسم الماضي مع ندي الاتحاد الحلبي ليخطف أنظار الجماهير وأقلم الصحافة ووسائل الإعلام العالمية بعدما أظهر قدرته المميزة في تنفيذ اسلوب جديد في رمي الكرة لزملائه وذلك بضرب الكرة بيده لتصل إلى بعد منتصف الملعب بنفس القوة ركلة القدم وهو ما حدث مرارا في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم يمتلك إبراهيم عالماء أسلوبا استثنائيا بلعب الكرة بعد التقاطها حيث يتميز بقوة يده وهو ما يساعده على تنفيذ هذا الأسلوب تألق عالماء بالحفاظ على نظافة شباك مرماه بالعديد من مباريات التصفيات فبعد لقاء الصين لم تهتز شباك سوريا بأكثر من ثلاث مناسبات بسبع جولات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم يعتبر العالم من أفضل الحراس الذين مروا على الكرة السورية واستطاع حماية شباكه من أهداف محققة بحسب العديد من وسائل الإعلام العالمية ليكون إبراهيم علم نقطة فارقة واسم سيذكره تاريخ كرة القدم السورية وحتى العالمية بأسلوبه المتفرد في حراسة المرمى موسيقى 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 موسيقى